موسيقى بأجملي وأرق تحية وحي مشاهدينا في كل مكان وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ستوديو الرياضة موسيقى أهلا بكم بتعبد الانسلبي خرج المنتخب الوطني لكرة القدم من لقائه مع نظيره اللبناني والذي جرى على ملعب خليفة دولي في العاصمة القطرية الدوحة ضمن المجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 المنتخب الوطني بالطبع لم يقدم المستوى المطلوب في هذه المبارات وقد دفع هذه المرة على ما يبدو ثمن غياب خمسة لاعبين بداع الإصابة وهم مهند علي، ريبين سولاقة، ضرغام سماعين، سعد ناطق والحارس جلال حسن وأحمد إبراهيم بداعي الحرمان علامات استفام عديدة رسمها المنتخب الوطني قبل لقاءه التالي أمام نظيره الإماراتي والذي سيقام على ملعب زعبيل في نادي الوصل بدبي يوم الثلاثة يذكر أن المنتخب الوطني سبق وانتعادل في مباراته الأولى في التصفيات مع منتخب كوريا الجنوبية من دون أهداف قبل أن يخسر مباراة الثانية أمام المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف دون رد وإيران فازت على الإمارات بهدف وكوريا الجنوبية فازت على سوريا بهدفين مقابل هدف في نفس يوم التصفيات الجولة الثالثة الأخيرة يوم الخنوص المدرب الهولندي ديك أدفوكات قال في مؤتمر صحفي بعد مبارات العراق واللبنان أن المنتخب الوطني العراقي كان الطرف الأفضل في هذه المبارات وخلق العديد من الفرص للتسجيل أدفوكات أشاد بالمشاركة الأولى لللاعب محمد علي عبود مضيفا أنه سيعمل على دعوة عدد من اللاعبين الجدد للمنتخب خلال الفترة المقبلة وذكر أدفوكات أيضا أنه أشرك إبراهيم بايش كمهاجم ثاني إلى جانب أيمن حسين بسبب إصابة مهند علي وعدم تواجد محمد داود ضمن التشكيل للحديث عن مبارات العراق واللبنان عزاء المشاهدين استضيفوا من بغداد مدرب أمانة بغداد واللاعب الدولي السابق الكابتن جمال علي كابتن جمال أهلا ومرحبا بك في ستوديو الرياضة شلون شفت مباراتي اليوم وهل كانت النتيجة المتوقعة برأيك التحيات أستاذ حسان حضرتك ولجميع المشاهدين ومتابعين المبارات اليوم لم ترتقي للمستوى المتوقع يعني خصوصا وأنه الفريقين كانوا محتاجين إلى الثلاث نقاط حتى يعدلون مسيرتهم وبالتالي الإذا كان خصوصا بالشوط الأول كان درجة دون الوسط بالشوط الثاني صار ارتقاء هناك بالمستوى أنا أعتقد بعض التغييرات بطريقة اللعب وبإشراك بعض اللاعبين بالشوط الثاني من قبل كابتن أدبوكات ولكن بقة المبارات بمستوى الفرص كان هناك تعادل أو تكافؤ أفضلية للفريق العراقي بالحيازة لكن قدرنا أن نوصل هذه المرة بالشوط الثاني أي أكثر شوط قدرنا أن نوصل ونختر بالخصوم ولكن أيضا استمرت مشكلة عدم التسجيل أنا أعتقد أنه اليوم طريقة اللعب بالشوط الثاني حررت بشار رسن أعطت الحرية باللعب كذلك إشراك إبراهيم بايش على جهة اليسار الجهة اللي هو يعني مفضلة عدة باللعب أنا أعتقد نطقت خطورا فريق العراقي ولكن تماسك أيضا فريق اللبناني بالدفاع وعدم ترك المساحات لللاعب أيمن حسين كان إلى الأثر في الخروج بالنتيجة السلبية لكن بشكل عام المبارات لم ترتقي إلى المستوى المطلوب كابتن جمال ما هو التكتيك الأنسب برأيك اللي كان يجب أن يتبع أدبوكات حتى يفك شفرة الدفاع اللبناني اللي يظهر بقوة أمام المنتخب العراقي في بداية المبارات من خلال تصريح كابتن أدبوكات بعد المبارات أستاذ حسام هو ذكر أنه كأنه مضطر لإشراك إبراهيم بايش كمهاجم ثاني نتيجة إصابة مهند علي وكذلك مشكلة عدم دخول محمد داود وهي مشكلة إدارية لذلك استعان بإبراهيم بايش فكان هو يعني الكل كان نفكر أنه نحن ممكن أن نلعب بمهاجمين صريحين حتى نولى الضغط لأنه قلبي للدفاع بالفريق اللبناني أنا أعتقد أنهم كانوا بطيئين ولكنهم يجيدون ألعاب الهواء اللي يجيدها أيمن فكنا نحتاجين مهاجم ثاني يولى الضغط على قلبي للدفاع ولكن بالشوط الثاني تحررنا نعتقد بشار رسن واستغلاله للمساحات بين الوسط والدفاع اللبناني أعطانا خلي نقول صبغة هجومية ما شاهدناها بالمباريات الماضية ولكن لم نتوفق باللمسة الأخيرة حتى الهدف اللي يسجل كان يعني بحالة تسلل وهي حالة تسلل صحيحة هل دفع المنتخب كابتن جمال في هذه المباراة ثمن غياب خمسة لاعبين بداعي الإصابة وغياب أحمد إبراهيم بسبب الحرمان وتتعرف مهند علي كان الغائب الأكبر في هذه المباراة لو رجعنا للمباراة السابقة أستاذ حسام نلاحظ أنه ريبين أيضا ما كان موجود سعد ناطق ما كان كلعب أساسي كذلك مهند علي أشرك بالشوط الثاني كلاعب بديل في حينها ولكن خيارات وجود هؤلاء اللاعبين بالتبديل تعطي فصحة كبيرة للمدرب في تغيير طريقة اللعب في تغيير الأسلوب فقدانهم بالتأكيد أثر تأثير سلبي على الفريق ولكن المشكلة الكبيرة هي بالجانب الهجومي كابتن جمال أيضا الملاحظ في هذه المباراة أنه المدرب أدفوكات أشرك اللاعب المتميز العماري أمير العماري في وقت متأخر مستر في ذلك برأيك هذا هو أمير العماري حقيقة المستوى الطيب الذي قدمه بالمباراة الأولى فعطانا تفاؤل كبير كإضافة قوية لخط الوسط نعم وإحنا نحتاجين هكذا لعب عنده القدرة على احتفاظ بالكرة عنده القدرة على تنظيم اللعب بنفس الوقت يجيد تنفيذ الحالات الثابتة لذلك استغربنا حقيقة عدم مشاركة بالمباراة الثانية يعني بالشطة الثانية واستفدالة كذلك عدم بدايتها اليوم ولكن تبقى هل هناك فكرة تكتيكية عند المدرب أم هناك إصابة لعد اللاعب هذا اللي حقيقة يعني ما نقدر نقول إنه القرار خيار 100% صح أو الخيار خطأ لأن قد تكون جاهزيتها البدنية لم تكن بالمستوى المطلوب نعم ولتعتقد أنه أدفوكات راح يعني يقدر يوجد البداء لتجاهز اللاعبين الأساسيين خلال هذه الفترة الحرجة اللي يمر بها المنتخب أستاذ حسام من الصعوبة على الأقل إلا لعد ما يكون هناك توقف شوية فترة طويلة اللي هي بين شهر 11 بين شهر 10-11 حتى يراقب مباريات الدوري ووحدة من المشاكل اللي يعتقد ديعاني من هدفوكات هو قصر الفترة الزمنية يعني فترة الزمنية غير كافية لذلك المباريات الرسمية أصبحت هي كإنما حق التجارب لبعض اللاعبين وإستبدال اللاعبين بالمراكز من المبارات إلى أخرى هذا يدلل على أنه قناعة المدرب تختلف من المبارات إلى أخرى صحيح وهذه مسألة طبيعية لأي مدرب جديد يجي يستلم وغير متابع للمنتخبة أنا أعتقد مشكلة قد تستمر إلى أن يكتشف من خلال مباريات الدوري واستمرارية مباريات الدوري وضرورة تواجدة داخل البلد حتى مراقبة اللاعبين عن قرب هاي الرادلها وقت أكيد بالمقابل من المطلوب كابتن جمال الآن من أدفوكات واللاعبين حتى ينجح المنتخب بالمبارات المقبلة مع المنتخب الإماراتي يوم الثلاثاء واللي خسر هو أيضا في هذا الخميس خسر مع منتخب إيران بهدف دون ارد أكيد النتيجة كانت في صالح المنتخب العراقي استاذ حسام نحن اليوم يعني اليوم رغم التعادل ولكن انتقلنا مركز للأمام صحيح يعني تركنا سوريا الآن في مؤخرة المجموعة وإحنا والإمارات وال ولبنان فارق الأهداف بياناتنا على حد هو اللي يحدد المراكز نعم إن لم نكن إيه إن لم نكن قادرين على البطاقة الأولى والثانية فهناك الفرصة على البطاقة الثالثة صحيح يعني هناك الفرصة كبيرة للبطاقة الثالثة الإمارات أيضا فريق يعاني الإمارات فريقهم غير مستقر عدة أيضا مشاكل يعني بعض المراكز عدهم بعض اللاعبين عطاؤهم ما خلي نقول ما هو مثل ما كان بالسابق لذلك هناك هبوط بالإداء كما هو شئن كوريا وكما هو شئن اليابان صحيح أيضا يعني لا اليابان لم تكن يعني يعني هذا يقودني يقودنا السؤال كابتن جمال نشوف منتخب سوريا خسر بصعوبة وهي كوريا جنوبية منتخب الإمارات يعني ما ظهر خصم سهل بس هم أيضا خسر يعني قلت عندنا مشاكل معينة في بعض الخطوط أمام إيران المشكلة الآن هل هي مشكلة اللاعبين مشكلة إدارات مشكلة مدربين يعني ما الذي يجري أستاذ حسام المشكلة مشكلة منظومة يعني الكل مشارك بيها ومنظمنا احنا أيضا المدربين طبعا جزء من هذه المنظومة ولكن أنا أقول كان عندنا مؤشر خطير هو من خلال مشاركة أنديتنا وهي أنديت المقدمة اللي شاركت في بطولة أنديت آسيا النتائج كانت مؤشر على ضعف الدوري وضرورة البحث عن أسباب تدهور دورينا وعدم قدرته على إنتاج لاعبين على مستوى عالي هذا دليل لكلامي أنه ما زالوا عندنا لاعبين بعمر 38 سنة 39 سنة ما زالوا يلعبون بالدوري وهذه علامة غير صحية دليل أنه ما عندهم منافس يطلع حتى يأخذ مراكزهم لهذا نحتاج إلى جلسة صريحة وبعيد عن شخصنا نعم نحن الآن لدينا كرة قدم بها مشاكل نبحث بالمشاكل المالتها التي كنا نشترك بها كفني كإداري كإعلام حتى نوصل لتشخيص هذه المشاكل حتى ننهض من جديد والعامل الأساسي بتدهور كرتنا عدم الاهتمام بالمراحل السنية بالفترات الماضية والاعتماد على التلاعب بالأعمار بالمشاركات نعم سنرجع أيضا في أجزة ثاني من هذه الحلقة كابت الجمال خلي نذهب للفاصل وبعد نكمل مشوار هذه الحلقة عزيزا المشاهدين فاصل ونعود لتكملة المشوار أهلا بكم الجديد وجزة ثانية من هذه الحلقة من برنامج ستوديو الرياضة أهلا بكم في الوقت الذي لم يثر به المنتخب الوطني بالمستوى المطلوب في تصفيات كأس العالم بعد تعادله الأخير مع نظيره اللبناني تأهل المنتخب الأولمبي العراقي وبجدارة إلى نصف نهاء بطولة غرب آسيا بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت في مدينة الدمام السعودية ضمن المنافسات المجموعة الثانية للبطولة الهدف الأول في هذه المباراة للمنتخب العراق سجل اللاعب صادق زامل في الدقيقة الحادية والأربعين من الشوط الأول ثم أضاف منتظر عبد الأمير الهدف الثاني في الدقيقة التسعين من المباراة المنتخب الأولمبي كان قد حقق فوزه الأول على نظيره الفلسطيني بفتتاح البطولة بهدف وحيد سجل اللاعب حسن عبد الكريم بهذه النتيجة تصدر المنتخب الأولمبي العراقي منافسات المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من انتصارين نقول ألس مضروق للمنتخب الأولمبي والكادر التدريبي اللي يقوده تشيكي سوكوب ويضم عباس عبايد وسعد حافظ مدربين المساعدين وإبراهيم سالم مدربا لحراس المرمى وبثل ما نعرف مهدي كريم مدير الفريق وأيضا الكابتن جلال جلي صالح اشتركوا في القناة جمال علي كابتن جمال قبل ما نروح للمنتخب الأولمبي حبيت أسألك على النادي الأمانة أمانة بغداد ونهنيك على النتائج الإيجابية الأخيرة والفريق شون شوف هاي التجربة إن شاء الله وهالأمانة أفضل والله أستاذ حسام الحمد لله لحد الآن أنا ألمس التعاون والرغبة بتقديم مستوى جيد ودخال الفريق للمنافسة وليس فقط للمشاركة وهذا طموح حقيقة طموح الكادر الفني وطموح الإدارة أيضا وطموح اللاعبين بذلك إحنا دينا العمل بالتأكيد أدنا بعض النواقص أدنا بعض العقبات ولكن بالتعاون راح نحاول نتجاوزها ونقدم فريق يلعب كرة قدم جميلة هذا ما نتأمل إن شاء الله وأنا نتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذه التجربة وللنادي لاعبين وإدارة هذا النادي الذي يقدم العديد من النجوم للكرة العراقية كابتن جمال نجي على المنتخب الأولمبر شون شفت مشاركة هذا المنتخب الفتي بطولة غرب آسيا الجارية حاليا في مدينة الدمام السعودية أستاذ حسام أولشي يقول مبروك مبروك للاعبين ومبروك للكادر الفني خصوصا وأنه غالبية اللاعبين هم ليسوا أساسيين يعني في فرقهم وعدم وجود دوري رديف منتظم أيضا هذا يترك آثار السلبية على المنتخب الأولمبي لأنه تعرف اللاعبين دولا اللي هم تحت 23 سنة غالبيتهم اللاعبين اللي طالع من مرحلة الشباب وما عند الفرصة أحيانا للعب مع الفريق الأول لذلك مجهود طيب تغلبهم على منتخب الإمارات ينطي علامة مضيئة كونهم حولوا الخسارتين بالمبارات الودية ما بالإمارات حولوها إلى فوز بالمبارات الرسمية وهذا مهم ودفعة معنوية للفريق الهدف من الأولمبي أستاذ حسام أنه أن نشوف بدائل للاعبين المنتخب الوطني الأول وهذه فرصة أمامهم لإثبات جدارتهم وعملية الإحلال مهمة جدا أن تكون من خلال هل تعتقد أن المدرب الشيكي ميرسلاف سوكوب والكادر المساعد كانوا قادرين على إيجاد أو نجحوا في تقديم وجوه واعدة يمكن أن نشق طريقها بنجاح بالمشاركات المقبلة؟ هذا ما نتمنى حقيقة وأنا أعتقد الأخوان خصوص الأخوان من خلال معرفتنا بالكادر المساعد نعرف مدى طموحاتهم ومدى متابعتهم لللاعبين بالتالي عندنا نظرة تفاعل من خلال تواجدهم مع المنتخب الأولمبي بالتأكيد الكابتن سكوب للمسات كانت مهمة مع منتخب اليمن ومنتخب البحرين كذلك هو مدرب معروف في جمهورية التشيك فبالتالي نأمل أن يكون عندنا ظهير للمنتخب الوطني قادر على تعويض اللاعبين الذي ينضب عضاءهم مع المنتخب بالمباراة الثانية أيضا كابتن جمال لعب المنتخب الأولمبي بأسلوب ذكي نجح من خلاله بامتصاص زخم هجوم الفريق الإماراتي قبل ما يسيطر على مجريات المباريات ويحرز هدفين شو أنت قيم هذا الموضوع؟ كان هناك اختلاف بين المباراة الأولى والمباراة الثانية حتى يشراك بعض اللاعبين ما شاهدناهم بالمباراة الأولى شاهدناهم بالمباراة الثانية ولكن يبقى الفريق محتاج إلى عمل كبير وإلى دعم كبير أيضا بالمرحلة القادمة من خلال توفير مباريات ودية على مستوى عالي الاحتكاك مطلوب لهؤلاء اللاعبين حتى تزداد خبرتهم وتعوض لأنه كما سبق قلت لك مجموعة من اللاعبين هم مماخذين خلل نقول فرصة كافية أو صعوبة أخذ فرصة كافية مع أنديتهم بالوقت الحالي يحتاجين إلى عمل وإلى تطوير بشكل أكبر في المرحلة القادمة كابتن جمال أعود للمنتخب الوطني ماذا عن اللاعبين المختربين يعني ما تعتقد أنه يمكن أن يكونوا سند لأدفوكات مع المنتخب الوطني في ظل الوضع الصعب الحالي الذي يمر به أستاذ حسام تعرف المدرب هو الأقرب يعني وخيارات اللاعبين سواء المختربين أو محليين هم لكل عراقيين يعني وما أعتقد مدرب ما يبحث عن إضافة للمنتخب أنا أعتقد أنه المدرب عنده فكرة الآن كاملة عن كل المختربين وضروري أيضا متابعتهم من خلال الدوريات اللي يشاركون بيها لأن هذا المحق الحقيقي المباريات الرسمية هي المعيار الحقيقي كثير أحيان المدرب يخدأ من خلال مباريات ودية أو من خلال التمرين هناك لاعبين لاعب تمرين وهناك لاعب مباراة وهناك لاعب مباراة ودية وهناك لاعب مباراة رسمية بالتالي أرجع على النقطة السابقة التي ذكرتها أنه يحتاج الوقت المدرب للوقوف على إمكانات اللاعبين سواء مخترب أو محلي ولكن أي مغترب هو يعتبر إضافة في حال إثبات وجوده ولكننا ما شاهدنا بالمرحلة الماضية أعتقد ما كان هناك تأثير كبير الإيجابي من خلال المغتربين وبالتالي الضر المدربان أعتقد أن يعتمد على ما موجود وهؤلاء اللاعبين هم أفضل ما موجود عندنا أستاذ حسامي بشكل عام كابتن جمال هل تعتقد أن الكرة العراقية الآن باتت بحاجة إلى التغيير أكثر من أي وقت آخر نعم نعم الآن يجب أن ننسى أنه تاريخنا نعم نبني على التاريخ نعم ممكن ولكن أن نبقى مستندين للتاريخ أنه كنا نفوز على الفريق الفلاني بنسبة الأهداف الفلانية وبالبطولة الفلانية لا هذا تاريخ انتهى الدول كلها تعمل على تطوير كوادرها تعمل على تطوير دوريها تسويق دوريها الاستثمار من خلال الأندية أنا أعتقد هذا ضروري لكرة حتى تنهض من جديد لأننا لدينا قاعدة عريضة أستاذ حسان لو استثمرت بالشكل الصحيح وكان لدينا اهتمام بمدارس كروية بالمناطق الشعبية بالذات أنا أعتقد قادرين أن ننتج مواهب ممتازة بالمستقبل ولكن تحتاج وقت هذه العملية أكيد أكيد ونهر الكرة العراقية أكيد ما ينظب طالما موجودة هذه المواهب مثل ما ذكرت بالملاعب الشعبية وبكل فرق وفي كل مكان والشعب العراقي عاشق لكرة القدم الذي أنت أحد نجومها بالعراق كابتن جمال أشكرك جزيلا شكرا على حضورك ويانا في هذه الحلقة وإن شاء الله يتكرر اللقاء في حلقات مقبلة شكرا جزيلا شكرا لك ستاعد حسان شكرا جزيلا أتمنى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل وأنتم في أتم الصحة والسلامة لكم مني ومن أسرة البرنامج المخرج خالد دلوي والمنفذ محمد حسين ومني حسام حسن أجمل تحية نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة في أمان الله شكرا جزيلا